بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق يا جماعين هنقولكم النهاردة ان شاء الله عن سر من أسرار التحويل إضافات بتتحط على المية أو ممكن تتحط على الأكل أو ممكن تتحط على اللبن المركب ده اسمه فيجست المركب ده مستورد زي ما انت شايف كده مصنوع في نيوزيلندا شركة باير نيوزيلندا يعني ده دوا مستورد هو مش دوا هو إضافات بتتحط على الأكل هو زي ما هو بيقولك اهو بيتحط على العليقة أو الحليب أو المية أو ممكن تديه تجريع مباشر بالفم الدوا ده طبعا زي ما انت شايف كده ده المركب بتاعه او الحاجات اللي هي دخلة في المكونات بتاعته مستخلص خميرة في ديكستروز في إليليسين كل الحاجات اللي انت شايفها ديت الحاجات دي يعني انت عندك مثلا الخميرة هترفع المناعة بتاعت الكرش بتاعت الحاجات الزغيرة طبعا الحاجات دي بتتحطي للمفاطيم او حتى للأمهات اللي بتردع مثلا على الحاجات الحاجات دي طبعا بتزود معاك معدل التحويل بطريقة ملحوظة لان المستخلص الخميرة اللي هو بيقول عليه ده دي بتبقى بترفع لك المناعة بتاعت الكرش في ابتقيه من اي نزلات معوية الديكستروز وي اللايسين دي كاربوهايدريت وفي نفس الوقت ده عبارة عن بروتينات او احماض امينية طبعا ده في صورة اولية فهيبقى سهل الامتصاص بتاعها فتلاقي الحاجة الزغيرة او الحيوانات الزغيرة بمجرد بس ان انت تديها الحاجة فتبدأ انها تستفاد منها بسرعة يعني الفيجست زي ما احنا قلنا هو مركب او دواء مستورد هو غال شوية تقريبا ب300 جنيه او ب350 جنيه على حسب يعني وبيباع كل واحد ببيعه احنا هنا في المزرعة بنشتغل فيه كل اسبوع كل اسبوع بندي خمسة سنتي بالفم خمسة سنتي مباشر بالفم لكل المفاطيم الزغيرة لكل المفاطيم الزغيرة او اي حاجة عندي زغيرة مولودة ببدأ اديها خمسة سنتي بالفم تجريه مباشر بحس ان انا مفكودش الكيمة الدوائية بتاعت الدواء ده لو انا مثلا حطيته على عليقه او حطيته على اكل هيهضر معي فانا اضمن الكفاءة بتاعت الدواء انها لو اديت الدواء ده مرة واحدة خمسة سنتي بالسرنجة بالفم كده هضمن كفاءة الدواء وان الحيوان بتاع الزغير ده هيبدأ ان هو يستفاد ايه؟ يبدأ ان هو يستفاد منه بطريقة كويس ان احنا مشغالين هباء او احنا بنشتغل كده بعشوائي يعني لا احنا في اساس علم شغالين بفي المزرعة ان شاء الله فان شاء الله اللي عايز في جيست ده يشوف المنطقة اللي هو موجود فيها ويبدأ ان هو يطلبه ويبدأ ان هو يستخدمه ويقول لنا الملحوظة بتاعته قبل الاستخدام وبعد الاستخدام وربنا يبرك لنا ان شاء الله في حال لنا وحال لكم بإذن الله